خلف هذه العباءات السود قصص ألم ومعاناة نسوة اجتمعنا في باحة المفوضية العليا لحقوق الإنسان بعد أن تقطعت بهن السبل ويتحدثن عن ما تعرض له أبناؤهن من انتهاكات أم أبراهيم تتحدث عن ولدها الطبيب الذي هرب من الموصل بعد احتلالها لينتهي به المطاف معتقلا في كاركوك ويعترف تحت وطأة التعذيب على إعدام أربعة من رفاقه الذين ما يزالون على قيد الحياة حتى اليوم وهذا الآخر من هزم الظالم داحش طلع على كاركوك هناك الحكومة العراقية خذتهم خذتهم قال فلوسوا خذوها منهم قضبوه شو سولوا تحت التعذيب قضبوه من التعذيب على أصدقاء وقالوا شتال تفلان وشتال تفلان وشتال تفلان أربعة شتالهم جو عاد أصدقاء وقال ومن قصة التعذيب مع إبراهيم انتقلنا إلى ملف المفقودين حيث تبحث أم أحمد عن ابنها الذي كان طالبا في الثانوية واعتقلته مجموعة مسلحة بزي عسكري عام 2017 بعد تحرير منطقتهم ومنذ ذلك الحين لم تجد عائلة أحمد أي أثر له تقول الأم أنا راضية بالظلم لكن أريد معرفة مصيره إن كان على قيد الحياة أم لا وإلى الدعاوة الكيدية حيث القصة الأخيرة مع أم علاء التي تتحدث عن اثنين من أبنائها حكما بالمؤبد بسبب دعوة كيدية من أحد الأقارب كل شي ما عنده كهربائي والله ظلم أخذوا بالليل وجموا النوب بدوروا لأخوه والأخير أخوه كان هم بالشغل بالحلان يشتغل خذوا محمد عذبوه نهو نهي 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 عشر تيام احنا ندور له بتعموا أخبرت عليه كيدية ايه والله بتعموا كيدية ألمود شغلة مرة ألمود مرة اسم ابني اللاخر هم سووا التذكير علي ابني بغداد يشتغل هم أخذ من اللاخر هم من بغداد غالبية ذوي المحكومين أوضاعهم الاقتصادية صعبة ولا قدرة لهم على توكيل محام وبعضهم تعرضوا للاستغلال من قبل ضعاف النفوس أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة شكوى تلقتها المفوضية تتحدث عن مزاعم التعذيب أثناء الاعتقال وذوي الضحايا يطالبون بعرض أبنائهم على لجان طبية استلم لحد الآن في عام 2020 2021 ما يقارب أربعة آلاف وستمائة شكوى تتحدث يعني أغلبها تتحدث عن مزاعم التعذيب وهم يطلبون تقارير طبية عن التعذيب الذي تعرض له المحكومين أثناء دور التحقيق المفقودون والمغيبون قصرا وملف التعذيب ثلاثة ملفات مهمة لم تشهد تحركا نيابيا واسع في الموصل رغم مرور أربعة سنوات على تحريرها من ذات المدينة محمود الجماس قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر